يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه ترانسفورمرز الجزء السابع يا جماعة نزل التريلر تبعه ليش يا وديه ليش متحمس ترى ترانسفورمرز انا انت اكيد تستعب لأكيد تسعب ترانسفورمرز مين ما يتحمس لترانسفورمرز بالرغم شوفوا انه كل السلسلة تقريبا من الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تبع بامبل بي برضو كلها تقييماتها عادية ترى تقييمات مرة عادية يمكن فيلم بامبل بي هو اللي اخذ تقييمات اكثر صدقون عادل لا لا وهكن سلسلة ترانسفورمرز يا جماعة ما هي قائمة على التقييمات والمراجعات وجودة القصة قد ما هي قائمة على الاكشن والتحولات اللي تصير جوة الفيلم للشخصيات وتحولهم الى سيارات فاخرة او طيارات ودرجات نارية هذه هي حلاوة ترانسفورمرز ترى لما تروح تابع فيلم ترانسفورمرز من تجلس دور على قصة ولا ان تجلس دور على فلة جلس دور على اكشن وحماس ومضاربات تحولات وتحولات وسيارات تتحول وسيارات تطير وسيارات مادرش تسبب بعض او انا يا جماعة التريلر الاول للجزء السابع من سلسلة افلام ترانسفورمرز او المتحولون متحولون صارة كلمة حساسة دي ليا ان شاء الله اليوتيوب ما يسوي لي حاجة بس خلونا نرجع كده ورا عساس نعرف كيف طريقة سلسلة افلام هذي ناخذها واحد واحد عساسة في حال نكتبه تابعة من جديد استعدادا لهذا الفيلم اول حاجة عندنا ترانسفورمرز اللي نزل سنة 2007 اسم أزيكت لترانسفورمرز بعدها وفي سنة 2009 نزل فيلم ترانسفورمرز Revenge of the Fallen وبعدها وفي سنة 2011 نزل فيلم ترانسفورمرز The Dark Moon فعفوا dark of the moon ففي سنة 2014 نزل فيلم ترانسفورمرز Age of Extinction ففي سنة 2017 نزل فيلم ترانسفورمرز The Last Night وبعدها في السنة اللي بعدها مباشرة 2018 نزل ترانسفورمرز Bumblebee اللي هو كان فيلم خاص لشخصية بامبل بي وفي سنة 2023 يا جماعة راح نشوف ترانسفورمرز رايز أوف ذا بيست أو عودة الوحوش أو نهوض الوحوش عاد إيش هما الوحوش أكيد بيكونوا فيلن يعني عموما عشان بس ما أكثر عليكم كلام أكثر من كذا لسة الفلام حطيتها لكم تبعوها تتابعوها تبعو تعيدوا متابعتها ويتشيز أشوف إنها فكرة كويسة علشان إيش لو في أي ارتباط بهذا الفيلم عادة بيكون فيه ارتباط ولا ارتباط بسيط عشان لا أكثر كلام يا جماعة إذا عجبكم الفيديو يضغطوا على زر اللاك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين ويلا بينا نشوف ترانسفورمرز رايز رايز أوف ذا بيست أوكي مدة التريلر دقيقتين واربعة وشرين واربعة وشرين طبعا هو نزل فاكثر من قناة فلذلك ما راح نقدر نعرف عدد مشاهداته بشكل دقيق ولكن ستيل ما يحتاج أكيد إنه إيش العالم كله متحمس لترانسفورمرز فور ميليونز اف يير لملايين السنوات عالمنا تحول أو تطور يعني غالبا يقصدون التطور أنه العالم قاعد يتطور من خلال ملايين السنين But something else has awakened أعوذ بالله من الشيط الرجيم ولكن هناك شيء آخر استيقظ الودقي أبتيموس emary لا أرغبا worthy أه legacy ايضا ايضا أعني ايضا ايضا أنا ليس الشخص الذي يخاف منه، برايم. هناك ظلمات قادمة. هناك ظلمات قادمة أو أشرار قادمون. مين ما يحب بمبل بي؟ تحدى لو في أحد ما يحب بمبل بي. تحدي لو في أحد ما يحب بمبل بي. بعدين أخي ما تلاحظوا لازم يقحمون البشر في كل مشاكلهم الترانسفورمرز. لأن المشاكل جاية للكرة الأرضية. لا أعلم. ماذا؟ قلت ماذا؟ 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 لا بأم بال welcheرفع الاتسفوري بمبل بي أي سيارة صفره فهو بمبل بي غير كذا خويا ذا برضو متحول بس على ما أخذ هيئة هيوان هيوان أوه هذا كان نسقر الطائر يعني بشكل عام وفي واحد قادي يمشي هنا وات مقسم الله حسبت الرجل الحديدي ما كان الرجل الحديدي حطل كل الساكن طو متش صراحا ملامح طو متش ملامح مانتش لأمز كتاب حطل كل الساكن ما تعود إن الترانسفورمرز يكون عندهم ملامح كثير كدا ودقيقة ياني ماذا ذا رئيب شكلها صراحا تحس تجاي من أنيمي من كل المسادي من الأفضل من الاثلاثنك من الماضيك؟ و الماضي لم تتحدث أي شيء مثل هذا دعوهم يأتي واضح أن الغريلة حتى رأيك أردك بشكل كذلك دعوهم يأتي دائم 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 د أختبئ للسينما تنسي بالنسبة لك يجب أن أتكلم أنها المزيدة تنسي بالنسبة لك تنسي بالنسبة لك خير في كل الموجود طبعا غالبا يمكن ذي المعلومة بعضكم يعرفها او لا بس اوبتيموس مؤدي صوت اوبتيموس غيروه ايا كان الجماعة صراحة الحماس لهذا الفيلم او لسلسلة فيلام ترانسفورمرز يعني دايما الحماس عالي جدا لانها اشياء ما تروح تدور قصة تلمسك ولا تدور حاجة كذا تلامس مشاعرك ولا تحكي واقع معين بقدما انك تروح تستمتع بس كذا تنبسط تجلس في السينما تشوف المتحولون هم يتحولوا ياخذوا اشكال سيارات وطيارات والاكشن اللي فيها وبس خلاص بعدين تروح البيت انسى التقييم انسى القصة انسى المراجعات حاجة كذا تروح تتفرج عليها تنبسط وتمجي اه يا بجماعة لا اعطيكم الصحة والعافية الينا نكونوا نصنع نهاية الفيديو لايك للفيديو لا اعجبكم اشتركوا في القناة وتعالوا تابعوا على الموقع تواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة الالعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام برضو موجودة في صندوق الاصف كان معاكم الوجيه هشوفكم في الفيديو القادم